بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين هذا الفيديو مخصص للشعب الأدبية في اليومين اللي مضاورني حطيت لكم منشور وقلت لكم بليباش هناك مقالات لم تريد في البكالورية مسبقا وحذاري منهم يعني يحاولوا التلاميذ أنهم يقرأهم ويطلعوا عليهم هذو المقالات وشي هما أستاذ؟ بالنسبة للإشكالية الأولى عندنا في درس الإحساس والإدراك مقالة التي لم يسبق أن وردت وهي مقالة العقل ضد الجاشة التال qualche هذا في مخص درس الإحساس والإدراك كان مقالة أيضاً في درس اللغة والفكرة اللي هي وظائف اللغة هذه المقالة لم يسبق وأن وردت لشعبة الأداب والفلسفة طبيعاً الحال لشعبة اللغة لا هي تجي دائماً تقريباً وتجي من مراجهات لكن لشعبة الأداب والفلسفة لم يسبق وأن وردت أيضا في درس شعور ولا شعور عدنا درس أو عدنا مقالة هي أيضا لم يسبق وأن وردت وهي مقالة القيمة العلمية للا شعور هذه أيضا لم يسبق وأن وردت ولكن نروح أيضا لدرس العادة والإرادة عدنا زوج مقالات لم يسبق وأن وردوا الأولى وهي قيمة العادة يعني إيجابيات وسلبيات العادة وهذه لم يسبق وأن وردت في الباكالوريا لأنه جاتنا المقارنة بين العادة والإرادة وجاتنا أيضا التكيف يحدث بالعادة أم بالإرادة لكن إيجابيات العادة وسلبياتها لم تريد في البكالوريا مسبقا كينا المقالة الثانية اللي هي الإرادة إيجابياتها وسلبياتها أيضا لم تريد في البكالوريا مسبقا هذا فيما يخص الإشكالية الأولى أما في الإشكالية الثانية عدنا بالأساس اللي هي المقالة عن ديمقراطيات يعني في الأنظمة السياسية عدنا بين الديمقراطية الليبيرالية والديمقراطية الاشتراكية هذه أيضا لم يسبق وأن وردت في البكالوريا اللي جاتنا في البكالوريا وشوهما جاتنا أنظمة الحكم في مرتين في البكالوريا السابقة وج وج phenomenal بلاحق الأخلاق السياسة في بكالوريا سابقة في نص لكن النظام الديموقراطي بين الليبرالية والاشتراكية هذا لم يسبق وأن ورد كن يقول الليبراليين يتقصدوا السياسية كن يقول الاشتراكيين يتقصدوا الاجتماعية بهم يكون شي خلق بينها وبين الأنظمة الاقتصادية هذا فيما يخص الأنظمة السياسية لما نروح لدرس الحقيقة أيضا درس الحقيقة مقالة الحقيقة الكلية وردت في باكالوريا سابقة ولكن مقاييس الحقيقة لم يسبق وأن وردت في الباكالوريا لهذا أردت أني ننوه وننبه التلاميذ لهذه المقالات لأنه ربما بإذن الله قد تكون هناك مقالة أو مقالتين من المقالات هذه اللي كنا نذكر فيهم الآن تقول لي أستاذ علاه وكيف وصلت لهذا الاستنتاج لأنه في 2022 جاءتنا مقالة الأسرة وهي لم يسبق وأن وردت في الباكالوريا رغم أننا كنا نحذر التلاميذ ونقول لهم راجعوا الدرس الأسرة وقرأوا مقالة الأسرة لأنه ممكن تكون في الباكالوريا البعض كان يقول بلي باش هذه المقالة جامي جات وهذا درس للتربية ومش للتعليم ومعلبة لشوشيه ولكن في الأخير وردت في الباكالوريا 2022 أيضا كان مقالة اللي جات العام الماضي اللي هي درس النسيان ومقالة النسيان كأيضا كنا نقول بلي بشرها ربما تكون مقالة النسيان وحذاري رغم المقالات التي لم ترد في الباكالوريا مسبقا وهي مرشحة بشكل كبير لكن أيضا التلاميذ محبوش يقرأها أو البعض منهم محبش يقرأها وهناك أيضا من قال بأنه مكلة تقرأوا مقالة النسيان ولكن في الأخير وردت في الباكالوريا لهذا أنا أردت أن أضع هذا الفيديو للتنويه والتحذير لكي لا يكون هناك صدمة للتلاميذ مثل التي حدثت العام الماضي نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للجميع كان معكم أستاذ زراد فاضل مع النحو النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة